ترجمة نانسي قنقر وشعبيهما الشقيقين وما يربط بينهما من أواصر القربة والمصير المشترك وسعيا للتطوير التعاون الاستراتيجي وتعزيز التكامل في مختلف المجالات وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله وقد عقدت جلسة مباحثات رسمية بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واستعرضها العلاقات التاريخية الراسخة وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات لتعزيز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما بحث صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وأكدا على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والأمن والسلم في المنطقة والعالم وأكد الجانبان على مضامين إعلان العلاق الصادر في الخامس من يناير 2021 الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وأكدا على دعمهما لتحقيق السلام في المنطقة وأهمية التوصل إلى تسوية شعملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفي الشأن العراقي رحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وأن لا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحجب الله الإرهابي وفي الشأن السوري أكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وفي الشأن الليبي أكد على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية كما أكد على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا وفيما يتعلق بأفغانستان أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها كما أكدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون تجاه كفة القضايا السياسية وبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة عقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة مشتركة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين واستعرض الجانبان النتائج المتميزة التي تحققت من خلال اجتماعات لجان المجلس الفرعية المنبثقة منه وعبر الجانبان عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه خلال التحضير لاجتماع الدورة الثانية للمجلس تحقيقا لأهدافه المنشودة وفي هذا الإطار تم إطلاق عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز التشاور والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين وتنسيق المواقف للتصدي للفكر المتطرف خصوصا بين الشباب في المملكتين وفي الشأن الأمني والعسكري أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين وأكدا على استمرار التعاون في تعزيز العمل المشترك فيهما وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عددا من المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في مجالي التعاون الأمني والعسكري وفي مجالي الطاقة والتغير المناخي أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبيكي بلس الرامية إلى استقرار أسواق البترول العالمية واتفقا على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية وأكدا على أهمية تعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية والاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في مشروعات قطاعات الطاقة والتعاون على تحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وفي الشأن الاقتصادي والتجاري أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة التعاون الاقتصادي بينهما وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عددا من المبادرات تتناول مجالات الصناعة المشتركة بين الجانبين بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية في مجالات الملكية الفكرية وفي القطاع المالي أكدت المملكة العربية السعودية على دعم خطة برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين ورحب الجانب البحريني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استثمار خمسة مليارات دولار في مملكة البحرين وبحث الجانبان حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بمملكة البحرين وكلث المجلس الوزراء المعنيين من الجانبين بالتنسيق فيما بينهم والقيام باللازم للانتهاء من الدراسات التفصيلية والفنية خلال عام 2022 تمهيدا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها من قبل المجلس وفيما يتعلق بمجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية أكد الجانبان على أهمية إبراز صورة الإيجابية لكل البلدين وتعزيز وتطوير التعاون في هذه المجالات بما يسهم في ترسيخ وتعزيز العمل المشترك وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عددا من المبادرات تشمل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية والرياضية والثقافية والصحية والترفيهية بالإضافة إلى التنسيق والتعاون الإعلامي كما أكد على تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات البيئة والبنى التحتية والقطاعات ذات الأولوية لتحقيق أهداف المجلس وسعي نحو استثمارات نوعية ومبادرات ذات قيمة مضافة ووجه المجلس اللجان المعنية بالإسراع في استكمال الدراسات اللازمة الخاصة بالربط البري وشبكة الخطوط الحديدية بين البلدين الشقيقين وعبر صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي في ختام الزيارة عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى ولأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني مملكة البحرين كما أعرب جلالة الملك المفدى عن أطيب تمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار